تواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تنظيم ورش وجلسات حوارية ضمن حملة شاركنا لنمنعها الخاصة بالتوعية بمخاطر المخدرات وذلك في مركز ستيسنتر الزاهية التجاري بالشارقة مراسلتنا العنود الصوري والتفاصيل شاركنا لنمنعها بهذا العنوان تواصل الحملة الأمنية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة جلساتها الحوارية التوعوية لأفراد المجتمع الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي للرسائل المروجة للمخدرات حيث شهد اليوم السادس جلسة حوارية استضافت سعادة الدكتورة خول عبد الرحمن الملة رئيس هيئة الأسرة بالشارقة حيث تم استعراض أهمية التعاون المتكامل للجهات الأمنية والمجتمعية والإعلامية على المجتمع وأثرها في الوعي الأمني لا سيما على الأسر أنا أركز على دور الأسرة دور الأم والأب بأن يثقفوا أنفسهم يكونون أكثر وعين في الكشف عن إذا كان هناك ابن مدمن أو على بداية الإدمان لأن هناك بعض الملامح أو الملحوظات التي تستطيعون أن تلاحظونها ويتصلون بالجهات المختصة حقيقة هذه الحملات تزيد من الوعي وجود القطاع الشراطي في أجواء المراكز التسوق يعطي أيضا القرب من الناس العامة شرفنا بحضور سعادة خول عبد الرحمن الملة وجودها إثراء كبير خصوصا إذا تكلمنا عن دور الأسرة وله الحمد جلسة مثرية طلعنا بعدة توصيات أهمها أن دور الأسرة هو أكبر دور في موضوع مكافحة المخدرات الجلسة جاءت بمشاركة ممثلي الشأن الأسري والاجتماعي وركزت على ضرورة الوعي الأمني بما في ذلك التصدي للترويج للمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحن نقول وقايا قبل وقوع الحدث نحن اليوم نحمي أبنائنا ونوصل لهم رسائل ترى يا جمعة مثلا الرسائل ياتم متكررة في الترويج الإلكتروني وياتم توصل لك البيت فنحن نمنعها شعار الشيخ سيف الله يحفظه كان شاركنا لنمنعها فالهدف من منعها اللي هي تعاون مع شركة واتساب وتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي لحضر وحجب اللي هي الرسائل اللي تتخزن عندنا فإذا كل شخص حط لنا تقرير أو حط لنا إبلاغ قبل الحضر بالتالي ساهم في أنه شارك في منع هذه الرسائل لأنها تنتشر حملات توعوية وجلسات نقاشية سلقت الضوء على الجهود الشراطية والأمنية بالدولة للحد من المخدرات ومنع محاولة تهريبها وترويجها وركزت على نشر الثقافة الأمنية والمجتمعية إذن الإعلام أهمية كبيرة ودور في تعزيز الوعي لدى المجتمع والأسرة ونشر الثقافة الأمنية والمجتمعية لحفاظ على الأبناء من آفة المخدرات لأخبار الدار العنود الصوري